مصابين إصابة فظيعة بمرض نفسي خطير جداً اسمه الانفصال واحد كده شوية يكتب قصص أفلام وشوية يطلع في القناة الفضائية يتكلم في السياسة وشوية يكتب أغاني ده يعني اللي بيقولوا عليه سبع صنايع والبخت ضايع معاه بقى منتج سينمائي كان أساساً تاجر مواشي وربنا فتح عليه من واسع وفتح محل جزارة وبعدين ربنا رجع فتح عليه تاني وعمل شركة انتاج سينمائي وبقى منتج سينمائي شغالين دلوقتي لحساب الإخوان المسلمين وجابوا ممثل اسمه أحمد مكي كان زعلان جداً ولسه زعلان علشان ما فيش عنده فراسه ولا شعراية أصلع يعني يعني مع احترامي الشديد لكل الناس اللي بتعاني من الصلاة وعايز أقول لهم ان فيه مقولة بتقول ان ده مؤشر للزكاء ما علينا جابوا جابوا أحمد مكي يمثل فيلم كله إسقاط وسخرية من الإعلامي توفيقه كاشا والجزء التاني من الفيلم عشان ما يتعرفش ان اللي وراه ورا الفيلم ده تمويل الإخوان المسلمين الجزء التاني من الفيلم بيتكلم عن الزيت وعن السكر اللي وزعوا الإخوان في الانتخابات وكأننا سزج نعاني من التخلف العقلي ولا نعلم أن الذي يقف خلف هذا الانتاج وخلف الكاتب وخلف المخرج هو أحد رجال الأعمال الكبار من الإخوان المسلمين بناء على تعليمات صادرة من مكتب الإرشاد لأنهم كانوا بيقولوا في هذا الاجتماع احنا مش لقيين حلل توفيقه كاشا ده وخاصة انه عنده معلومات وأسرار كتير جدا وعلى علم بكل المخططات وعمالي بواصلنا كل الخطط وبيطلع يقول ويتكلم قبل الخطة ما تبدأ لما الشعب بقى فاهم ايه اللي هيحصل بكرة وده يستحيل معاه ان احنا ننفذ خططنا المتفق عليها الفيلم ده اللي كشفت عنه جريدة الفن لقراءها في عددها الأخير في صفحة الفن